بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نبأا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المنثور وصلنا إلى قول الإمام ونكمل الحديث الطويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي ذا القرنين دخل الظلمة وخرج منها زاهدا أما إنه لو خرج منها راغبا لما ترك منها حجرا إلا أخرجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بدومة الجندل فعبد الله تعالى فيها حتى مات ولفض أبي الشيخ قال أبو جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي ذا القرنين لو ضفر بالزبرجد في مبداه ما ترك منه شيئا حتى يخرجه إلى الناس لأنه كان راغبا في الدنيا ولكنه ضفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجة له فيها وأخرج ابن إسحاق والفريابي وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن ذي القرنين فقال كان عبدا أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه فبعثه إلى قوم يدعوهم إلى الله فدعاهم إلى الله وإلى الإسلام فضربوه على قرنه الأيمن فمات فأمسكه الله ما شاء ثم بعثه فأرسله إلى أمة أخرى يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأمسكه الله ما شاء ثم بعثه فسخر له السحاب وخيره فيه فاختار صعبه على ذلوله وصعبه الذي لا يمتر وبسط له النور ومد له الأسباب وجعل الليل والنهار عليه سواء فبذلك بلغ مشارق الأرض ومغاربها وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه أن ذا القرنين لما بلغ الجبل الذي يقال له قاف ناداهم لكم من الجبل أيها الخاطئ ابن الخاطئ جئت حيث لم يجي أحد قبلك ولا يجي أحد بعدك فأجابه ذو القرنين وعين أنا قال له الملك قال له الملك أنت في الأرض السابعة فقال ذو القرنين ما ينجيني فقال ينجيك اليقين اللهم صرنا باليقين وأيدنا بالروح الأمين كما أن يت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير فقال ذو القرنين ما ينجيني فقال ينجيك اليقين فقال ذو القرنين اللهم ارزقني يقينا فأضف عن جاه الله قال له الملك إنه ستأتي على قوم فتبني لهم سدا فإذا أنت بنيته وفرغت منه فلا تحدث نفسك أنك بنيته بحول منك أو قوة فيسلط الله على بنيانك أضعف خلقه فيهدمه ثم قال له ذو القرنين ما هذا الجبل قال هذا الجبل الذي يقال له قاف وهو أخضر والسماء بيضاء وإنما خضرتها من هذا الجبل وهذا الجبل أم الجبال والجبال كلها والجبال كلها من عروقه فإذا أراد الله أن يزلزل قرية حرك منه عرقا ثم إن الملك ناوله عنقودا من عنب وقال له حبة ترويك وحبة تشبعك وكلما أخذت منه حبة عادت مكانها حبة عادت مكانها حبة ثم خرج من عنده فجاء البنيان الذي أراد الله فقال له يا ذو القرنين إن وأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إلى قوله أجعل بينكم وبينهم ردما قال أكرمة رضي الله عنه هم منسك وناسك وتأويل وراحيل وقال أبو سعيد رضي الله عنه هم خمسة وعشرون قبيلا من ورائه أجوج ومأجوج وأخرج الحاكم عن معاوية رضي الله عنه قال ملك الأرض أربعة سليمان وذو القرنين ورجل من أهل حلوانة ورجل آخر فقيل له الخضر قال لا وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن مجاهد رضي الله عنه قال إن ذا القرنين ملك الأرض كلها إلى بلقيس صاحبة مأرب فإن ذا القرنين كان يلبس ثياب المساكين ثم يدخل المدائن فينظر من عورتها قبل أن يقتل أهلها فأخبرت بذلك بلقيس فبعثت رسولا ينظر إليه فيصور لها صورته في ملكه حين يقعد وصورته في ثياب المساكين ثم جعلت كل يوم تطعم المساكين وتجمعهم فجاءها رسولها في صورته فجعلت إحدى صورته تليها والأخرى على باب الأسطوانة فكانت تطعم المساكين كل يوم فإذا فرغوا عرضتهم واحدا واحدا فيخرجون حتى جاء ذا القرنين في ثياب المساكين فدخل مدينتها ثم جلس مع المساكين إلى طعامها فقربت إليهم الطعام فلما فرغوا أخرجتهم واحدا واحدا وهي تنظر إلى صورته في ثياب المساكين حتى مرز القرنين فنظرت إلى صورته فقالت أجلسوا هذا وأخرجوا من بقي وأخرجوا من بقي من المساكين فقال لا لما أجلستني وإنما أنا مسكين قالت لا أنت ذو القرنين هذه صورتك في ثياب المساكين والله لا تفارقني حتى تكتب لي أمانا بملكي أو أضرب عنقك فرمى فلما رأى ذلك كتب لها أمانا فلم ينجو أحد منه غيرها وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال ملك ذو القرنين سنتي عشرة سنة وأخرج ابن أبي حاتم وأب الشيخ في العظمة عن عبيد الله بن أبي جعفل رضي الله عنه قال كان ذو القرنين في بعض مسيره فمر بقوم قبورهم على أبواب بيوتهم وإذا ثيابهم لون واحد وإذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة فتوسم رجلا منهم فقال له لقد رأيت شيئا لقد رأيت شيئا ما رأيت في شيء من مسيري قال وما هو فوصف له ما رأى منهم قالوا أما هذه القبور على أبوابنا فإنا جعلناها موعظة لقلوبنا تخطر على قلب أحدنا الدنيا فيخرج فيرى القبور ويرجع إلى نفسه فيقول إلى هذا المصير وإليها صار من كان قبلي وأما هذه الثياب فإنه لا يكاد الرجل منه يلبس ثيابا أحسن من صاحبه إلا رأى له بذلك فضلا على جليسه وأما قولك رجال كلكم ليس معكم نساء فلعمري لقد خلقنا من ذكر وأنثى ولكن هذا القلب لا يشغل بشيء إلا شغل به فجعلنا نساءنا وذريتنا في قرية قريبة وإذا أراد رجل من أهله ما يريد الرجل أتاها فكان معاها الليلة والليلتين ثم يرجع إلى ما ها هنا لأن خلونا ها هنا للعبادة فقال ما كنت لأعظكم بشيء أفضل مما وعدتم به أنفسكم سلني ما شئت قال من أنت قال أنا ذو القرنين قال ما أسألك وأنت لا تملك لي شيئا قال وكيف قد أتاني لهم من كل شيء سببا قال أتقدر على أن تأتيني بما لم يقدر لي بما لم يقدر لي ولا تصرف عني ما قدر لي أتقدر على أن تأتيني بما لم يقدر لي ولا تصرف عني ما قدر لي وقال وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال لما بلغ ذو القرنين مطلع الشمس قال له ملكها يا ذا القرنين صف لي الناس قال إن محادثتك من لا يعقل بمنزلة من يضع الموائد لأهل القبور ومواحدتك ومن يعقل بمنزلة من يبل الصخرة حتى تبتل أو يطبق الحديد يلتمس أدمه ونقل الحجارة من رؤوس الجبال أيسر من محادثتك من لا يعقل قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتيناه من كل شيء سببا قال علما وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فأتبع سببا قال المنزل وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه أن معاوية ابن أبي سفيانة قال لكعب الأحبار تقول أن ذا القرنين كان يربط خيله بالثنايا قال له كعب رضي الله عنه إن كنت قلت ذاك فإن الله تعالى قال وآتيناه من كل شيء سببا وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله وآتيناه من كل شيء سببا قال منازل الأرض وأعلامها وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله فأتبع سببا قال منزلا وطرفا من المشرق إلى المغرب وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيدا رضي الله عنه في قوله فأتبع سببا قال هذه لأن الطريق كما قال فرعون لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات طريق السماوات قال والشي يكون اسمه واحدا وهو متفرق في المعنى وقرأ وتقطعت بهم الأسباب قال أسباب الأعمال قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكر له أن معاوية ابن أبي سفيانة قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية قال ابن عباس رضي الله عنه ما فقلت لمعاوية رضي الله عنه ما نقرأ وإلا حميئة فسأل معاوية عبد الله بن عمر كيف تقرأها فقال عبد الله كما قرأتها قال ابن عباس رضي الله عنه ما فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب أين تجد الشمس تغرب في التوراة فقال له كعب رضي الله عنه أين تجد الشمس تغرب في التوراة نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه قد كان ذو القرنين عمر مسلم ملكا تدين له الملوك وتحسد فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشدي قد كان ذو القرنين عبدا مسلما ملكا تدين له الملوك وتحسد فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشدي فرآ مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاط حرمدي فقال ابن عباس ما الخلب قلت الطين بكلامهم قال فما الثاط قال الحمأة قال فما الحرمد قلت الأسود فدع ابن عباس رضي الله عنهما غلاما فقال له اكتب ما يقول هذا الرجل وأخرج الترمذي وابن جرير وابن مردويا عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حميئة وأخرج الحاكم والطبراني وابن مردويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عين حميئة وأخرج الحافظ عبد الغني بن سعيد رضي الله عنه في إضاح الإشكال من طريق مصداحة بن يحياء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقرأنيه أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغرب في عين حميئة أي مخففة وأخرج ابن جرير من طريق الأعرج قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها في عين حميئة ثم قرأها ذات حميئة وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في عين حميئة قال كعب رضي الله عنه ما سمعت أحدا يقرأها كما في كتاب غير ابن عباس فإنا نجدها في الكورات تغرب في حميئة سوداء وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خالفت عمر بن العاص عند مؤوية في حميئة وحامية فقرأتها وقرأتها في عين حميئة فقال عمر حامية فسألنا كعبا فقال إنها في كتاب الله في كتاب الله المنذر تغرب في طينة سوداء وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن حاضر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند معاوية فقرأت تغرب في عين حامية فقلت له ما نقرأ إلا في عين حميئة فأرسل معاوية إلى كعب فقال أين تجد الشمس في التوراة تغرب قال أما العربية فلا علم لي بها وأما أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين وأخرج سعيد بن منصور عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يقرأها في عين حامية وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في عين حامية يقول حارة وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن منيع وأبو يعلى وابن جرير وابن مردوية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال نار الله الحامية لو ما يزعمها من أمر الله من أمر الله لا أحرقت ما على الأرض وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردوية والحاكم وصحح عن أبي ذرن قال كنت رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت فقال أتدري أين تغرب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية غير مهموزة وأخرج السعيد بن منصور عن أبي العالية قال بلغني أن الشمس تغرب في عين تقذفها العين إلى المشرق وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ بالعظمة وابن مردوية عن ابن جريج في قوله وجد عندها قومة قال مدينة الله اثنى عشر ألف باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس دوية الشمس حين تجب وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي صالح قال كان يقال لولا لغط أهل الرومية سمع الناس وجبة الشمس حين تقع وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال لولا أصوات الصنافر لسمع وجبة الشمس حين تقع عند غروبها قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسيقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله أما من ظلم قال من أشرك وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله فسوف نعذبه قال القتل وأخرج ابن أبي حاتم عن السدية رضي الله عنه قال عذاب كان عذابه أن يجعلهم في بقر من صفر ثم توقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها قال كان عذابه أن يجعله في نقر من صفر أي نحاس ثم توقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مسروق رضي الله عنه في قوله فله جزاء الحسنى قال الحسنى له جزاء وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وسنقول له من أمرنا يسرى قال معروفا والله تعالى أعلم وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظم عن ابن جريج في قوله حتى إذا بلغ مطلع الشمس الآية قال حدثت عن الحسن عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نجعل لهم من دونها سترا أنها لم يبن فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس وأخرج الطيالث والبزار والبزار في أماليه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن الحسن في قوله تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغور في المياه فإذا غابت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم ثم قال الحسن هذا حديث سمرة وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال ذكر لنا أنهم بأرض لا يثبت لهم فيها شيء فهم إذا طلعت دخلوا في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى عور حروثهم ومعيشهم وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمة ابنك وابنك هايل في الآية قال ليست على لهم أكناف إذا طلعت الشمس طلعت عليهم ولأحدهم أذناني يفترش واحدة ويلبس الأخرى وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله وجدها تطلع على قوم الآية قال يقال له الزنج وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في الآية قال تطلع على قوم حمر قصار مساكنهم الغيران فيلقى لهم سمك أكثر معيشتهم وأخرج ابن أبي شيبة وابن المندر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله بما لديه خبرى قال علما وأخرج ابن المندر عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله حتى إذا بلغ بين السدين قال الجبلين أرمينية وأذربيجان وأخرج ابن المندر عن ابن جريج في قوله قوما لا يكادون يفقهون قولا قال الترك وأخرج سعيد بن منصور عن تميم بن جذيم أنه كان يقرأ لا يكادون يفقهون قولا وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو في قبة أدى ملة أي قبة جلد فخرج إلينا فحمد الله ثم قال أبشركم أنكم ربع أهل الجنة فقلنا نعم يا رسول الله فقال أبشركم أنكم ثلث أهل الجنة أبشركم أنكم ربع أهل الجنة فقلنا نعم يا رسول الله وقال أبشركم أنكم ثلث أهل الجنة فقلنا نعم يا نبي الله قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة إن مثلكم في سائر الأمم كمثل شعرة بيضاء في جنب ثور أسود أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض إن بعدكم يأجوج ومأجوج إن الرجل منهم ليترك بعدهم من الذرية ألفا فما زاد وإن وراءهم ثلاث أمم منسك وتأويل وتاريس لا يعلم عدتهم إلا الله وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحه من طريق البكالي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الله جزاء الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاء تسعة أجزاء منهم الملائكة وجزء واحد الجن والإنس وجزاء الملائكة عشرة أجزاء تسعة أجزاء منهم الكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجزء واحد لرسالاته ولخزائنه وما يشاء من أمره وجزء الإنس والجن عشرة أجزاء فتسعة منهم الجن والإنس جزء واحد فلا يبلد من الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة وجزء الإنس عشرة أجزاء تسعة منهم يأجود ومأجود وجزء سائر الناس والسماء ذات الحبك قال السماء السابعة والحرم بحيالة العرش وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن يأجوج ومأجوز يزيدون على الإنس الضعفين وأن الجن يزيدون على الإنس الضعفين وأن يأجوج ومأجوج رجلان اسمهما يأجوج ومأجوج وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتاذة وضي الله عنه قال إن الله جزء الإنس عشرة أجزاء تسعة منهم يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله